وهي قوة الكلمة وطبعاً أنا لما أكتب أجدني أتحرر من أنانيتي الذي أفكار وأريد أن يقرأها الآخرين ويكتشفها الآخرين كما أنني أشعر بأن الكتابة هي التحرر من الواقع أي من الواقع المعيش إلى الواقع الأمل في الكتابة متعة يقول مشكوري ولذلك تجده يكتبه في القصة والرواية والشعر باللسانين العربي والأمازيغي في رصيده مجموعة عنوين مختلفة الكتابة في جميع المراحل الإنسان هي كتابة متعة يستمتع وخاصة لما يكتب الإنسان عن الوطن عن الثورة عن التضحيات الجسام وبالمناسبة تحضرون الآن صور عن منطقة حمرخدو عن المعارك التي قام بها المجاهدون والشهداء في تلك المنطقة الكتابة للطفل أمر أن يدفع مشكوري لإخراج الطفل الذي بداخله ليغدق عليه بقيم طربوية تجعله صالحا في مجتمعه في كل إنسان مهما كان كبيرا في داخله طفل صغير يريد أن يستحضر ما فاته في صغره ليبثه ويزرعه في الطفولة أكتب القصة القصيرة المعبرة ذات الأبعاد الطربوية والقيم الأخلاقية كما أكتب أنشودات أو أنشيد طربوية للطفل حتى نغرس فيه الروح الوطنية ونغرس فيه حب القراءة والمطلعة في كل مناسبة أدبية يحط فيها عبد الحميد رحاله يضع مجموعة إنتاجه الأدبية في متناول مضيفيها مواصلا رحلته في عالم الكتابة والتأليف